مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم كتاب تاريخ موجز للزمن من نظرية الانفجار العظيم إلى الثقوب السود لعالم الفيزياء الإنجليزي ستيفن هوكينغ والذي نشره عام 1988 بدأ هوكينغ كتابه بسرد الدراسات التاريخية لعلم الفلك من قبل القدماء مثل أريستو طالس وبطليموس كان مفهوم الأرض المستديرة الذي تحدث عنه أريستو مخالفا لمفهوم معظم العلماء والناس في عصره لقد توصل إلى هذا الاستنتاج من خلال ملاحظاته لخسوف القمر ومن خلال النظر في ارتفاع نجم الشمال من نقاط المراقبة المختلفة كان أريستو مثل بطليموس يعتقد أن الشمس والنجوم تدور حول الأرض تم ضحض هذه الفرضية لاحقا من خلال دراسات كوبرنيكوس وغاليليو وكيبلر مع تقدم الدراسات عن أصل الكون أصبحت وجهة نظر متعارضتان الأكثر شيوعا اعتقد الفلسفة أن الكون كان دائما موجودا بينما أكد اللاهوتيون عموما أن الكون قد تم إنشاؤه في نقطة زمنية محددة كان الاسم السائد بين اللاهوتيين مثل القديس أغسطين يحمل هذا الاعتقاد المقترن بفكرة أن الوقت نفسه كان مفهوما لم يوجد إلى أن خلق الكون بحلول القرن العشرين اكتشف إدوين هابل أن المجرات تبتعد عن بعضها البعض مما يعني أنها كانت جميعها في مكان واحد في وقت من الأوقات ولا يزال العلماء يواصلون البحث عن نظرية تشمل كل شيء في الكون وتكون قادرة على شرح كل شيء في الفصل الثاني من الكتاب تطرق هوكينغ إلى المكان والزمان وخاصة فيما يتعلق بنظرية نسبية لألبرت أينشتاين الانفجار العظيم أو البيك بانج الذي نمى ليصبح النظرية السائدة عن خلق الكون هو أساس الفصل الثالث يفسر هوكينغ مفهوم الكون المتوسع هذا من خلال الظاهرة المعروفة باسم تأثير دوبلر والتي تحدث عندما يتحرك شيء ما باتجاه شيء آخر أو يتحرك بعيدا عنه أما في الفصل الرابع فيتحدث الكاتب عن مبدأ عدم اليقين الذي يشير إلى أنه لا يمكن العثور على سرعة وموضع الجسيمات في نفس الوقت يتناول هذا الفصل سلوكيات الضوء ويعمل على تقويض مفهوم النظريات الحتمية والتي قيل إنها قادرة على التنبؤ بكل شيء في المستقبل يشرح الفصل التالي اللبنات الأساسية للكون هذه هي أصغر الأشياء التي تتكون منها كل المادة وتسمى الكواركات توحد القوى النووية الكواركات في نيوترونات وبروتونات وتبقي نيوترونات والبروتونات معا في الذرات يواصل هوكينغ وصف ما يعرف بالنظرية الموحدة الكبرى التي يحاول فيها بعض العلماء شرح القوى النووية الضعيفة والقوية والقوى الكهرومغناطسية بطريقة موحدة الثقوب السود هي المحور الرئيسي للفصل التالي الثقوب السود هي نجوم نظم حلت إلى نقطة صغيرة جدا تسمى التفرد لديها قوة جاذبية قوية جدا وبالتالي فهي قادرة على سحب الأشياء بما في ذلك الضوء والنجوم إلى مراكزها يكاد يكون من المستحيل تحديد موقع الثقوب السود لأنها لا تطلق الضوء ومع ذلك يمكن رؤيتها بواسطة التلسكوبات عندما تمتص نجوما أخرى وبالتالي تنبعث منها أشعة سينية تشرح الفصول اللاحقة موضوعات في علم الكونيات بما في ذلك مفهوم الإنتروبيا والتي تتعلق بالاضطراب في الكون والانفجار العظيم الذي يعتقد عموما أنه كان سبب ولادة الكون كما ناقش الجزء الأخير من الكتاب الثقوب الدودية والسفر عبر الزمن من الناحية النظرية الثقوب الدودي موجود في الزمكان وبإمكانه إنشاء طرق مختصرة لرحلات طويلة جدا عبر الكون أتمنى أن يكون ملخص تاريخ مختصر للزمن من نظرية الانفجار العظيم إلى الثقوب السود قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر